صحف أسبانية وصحف صحيفة الكونفيدنشل الأسبانية والسي إني إن الاثنين دول معالجين موضوعين متناولين موضوعين في غاية الأهمية والله أنا ملقيت صحيفة مصرية اتكلمت عن الموضوعين بهذه الحرفية كونفيدنشل الأسبانية صحيفة أجنبي زقيعة الصيد في أسباني والسي إني إن أنتم عارفين تعالوا شوفوا تناولوا إيه صحيفة الكونفيدنشل الأسبانية بيقولوا العاصمة الإدارية المصرية دي حولت الصحراء إلى مدينة فخمة بتتسم بالفخامة وبتقول الصحيفة الأسبانية إن في حديقة منتزة داخل العاصمة الإدارية الجديدة أكبر من حديقة نيويورك المركزية الله أكبر تاني مين فينا؟ شال الكاميرا بتاعته ولا بعت المراسل بتاعه يروح يشوف الحديقة اللي وصفتها الصحافة الأسبانية بأنها ستكون أكبر من حديقة نيويورك المركزية اللي منتزة موجود داخل العاصمة الإدارية الجديدة بيحول هذه الصحراء الجرداء إلى واحة فخمة كما وصفتها الصحيفة الأسبانية العالم شايفنا بهذا الشكل أنا بقول للناس بقول لكل مدير مدرسة تاني وطارق شوقي دكتور طارق شوقي أزيرة رباوة التعليم يا دكتور طارق وجه مدير الإدارات اللي موجودين ما يعني كلهم واخدين على التوجيه ما فيش حد فيه مشتغل يعني من دماغه يعني يبعث كل مدير إدارة في كل محافظة مجموعة من أوائل الطلاب يا سيدي يعني يعني أقول إيه يطلعوا يشوف العاصمة الإدارات الجديدة في الماسة يستقبلوه منك دي الماسة ايه مش دي العاصمة الإدارات الجديدة مش دي المنتجع الماسة اللي كان فيه مؤتمر الشباب يا إيه أنا أنا بتخيل يا جماعة يا بتخيل يا جماعة هذا الكلام وهذا الشكل العصري الشكل المتحضر دي دي مش مدينة في دي مش مدينة في فرنسا ولا في نيس ولا في دي دي العاصمة الإدارات الجديدة هي دي العاصمة اللي احنا بنتكلم عليها وبنحكي عليها ترجمة نانسي قنقر